وفي كلمته أعرب سلطان طائفة البهرة بالهند السلطان مفضل سيف الدين عن شكره للرئيس السيسي وعن سعادته الغامرة للمشاركة في افتتاح أعمال وتطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة إنني في هذا المهل الشريف في هذه البلدة التيبة مصر المأمورة ببركات نسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبركات أهل بيته الكرام علیهم السلام أشكر جمهورية مصر العربية رئيسها الحبيب وحكومتها العزيزة وشعبها الكريم على أن سمحت لی ببناء هذا الزريح على مقام سيئجة الانسفیسة خذوان الله عليها المعروفة بنفیسة العلم وهي المتزينة بزينة العبادة والزهد والتقوى والحلم والإيمان والمتشرفة بشرف القرآن والمنتمية إلى الإمام الحسن المشتفى سيد شباب أهل الجنة وأسأل الله تعالى بحرمت جده النبي المصطفى سيد محمد صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم وبحق أهل بیته الكرام أن يتقبل منا هذه الخدمة اليسيرة التي لا تساب شئیئا في جنب إبضالهم على الأمة الإسلامية وعلى البشریت كلها كما عبد الله تعالى ينئم على فخامتكم بالسيحة والعافية وينئم على مصر وآهل مصر لنعمة البيعام والسلام والاستقرار والازدهار شكرا